أحبابنا الكرام أؤكد عليكم تعلموا علم الدين وحصنوا أنفسكم وأهليكم وأحبابكم به ولا تعتمدوا على أسلوب البحث في الإنترنت أو المطالعة الفردية للكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة ورع لأن هذا الأسلوب البحث على الإنترنت وقراءة الكتب بدون معلم لا يجعل من المرء عالما ولا طالب علم شرعي طلب العلم يا أحبابنا لا يكون إلا بالتلقي من العلماء وقد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى أهل العلم ليتلقى العلم منهم فقد قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة